المتعة اللي بتلاقيها حضرتك وانت مثلاً بتتكلم مع واحد عنده 20 سنة 25 سنة 30 سنة أصغر من ابنك مثلاً يعني أصغر من ابنك يعني وبتلاقي انتصار عليه يعني يعني تعمله قضية تعمله مشكلة تعمله تقطع رزقه تتكلم على أسرته تتكلم على بنته تتكلم على أخته تتكلم على أمه إيه المتعف ده يعني إيه المتعة اللي عندك في ده يعني إيه المتعف دي وخصوصاً لو الواحد ده ما تكلمش عليك أساساً يعني طبعاً أنا تحديداً يعني أنا تحديداً إيه اللي بيني وبينك يا عم أنا مش في مقامك يعني أنا مش في مقامك مش أنا اللي قلت كده على فكرة أنت اللي قلت كده أنت اللي قلت مع وقال الإبراشي الأستاذ وقال الإبراشي سنة اللي فاتت قلت كده قلت مين سيد عبدالحفيز ذا اللي أتكلم عليه لما تكلمني على حد يكون في مقامي أعتقد أن ما فيش حاجة تغيرت يعني أنا معلتش فبقيت في مقام حضرتك وإنت ما نزلتش أو ما وطتش فبقيت في مقامي يعني هو إيه اللي تغير يعني إيه اللي تغير وبعدين ترجع تتكلم على النادي الأهلي في الآخر ده هرم اللي مش شايف الأهلي ده هرم يعني على الأساس كده أني أنت محيت كل الزنوب اللي قلتها من شوية الكلمة دي هتريحني يعني هتبسطني قوي يعني الكلمة دي كفاية قوي أنها تطلع من واحد موسوعة الأدب العرب والإفريق والجوبوتي وبورك نفسه يعني كده بالنسبة لنا هتبقى حاجة رائعة جدا يعني أنا لو حد في المدرك شتم رموز الأهلي أو أكباتن الأهلي أو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أو أي حد في النادي الأهلي هفض المدرك وإنت لازم تعمل كده لو هم شتموا أنت دور حياتك هيبقى إيه لو الجمهور عندك شتم أنت دورك هيبقى إيه يعني لو هم شتموا رموز الأهلي وقادات الأهلي ونجوم الأهلي وأساطرة الأهلي مثلا طب أنت الدور بتاعك هيبقى إيه أنت هتشتمين لو هم دور شتموا الله مش كل واحد يلعب دوره بقى طب ما ده الدور بتاعك يعني ما ينفعش الأمر بقى ميز زيادة الأمر بقى صعب قوي يعني بقى مفرط على الآخر يعني على الآخر وبعدين إيه علاقة الأنساب والشرف والمكانة والأسرة والأم والأخت والزوجة إيه علاقة ده بدا ياخد أنت لو ربنا رحمك لو ربنا رحمك يوم القيامة لو ربنا رحمك مفيش واحد في مصر هيخش النار ما هو إيه اللي ممكن يعمله واحد تاني في مصر أكتر من اللي إنت بتعمله إيه اللي ممكن يعمله يعني إيه الزنب التاني خطف الأعراض خطف الزمم سرق نصب احتيال شرف أي حد أي حد أي حد في الدنيا إيه ده إيه ده قلت لك يا أخي يا أخي يا أخي يا أنا مش عايز أدخل معاك ولا عايز أنا في عمر ولادك في عمر ولادك ما ينفعش كده ما ينفعش ده لكن كل مرة هتقعد تتكلم عليها وجيب سرط الأم وجيب سرط طب إحنا مش قد مش يجيب سرط أمهات مش ما نقدرش مش ما نقدرش عشان إحنا مؤدبين لساننا ما ينفعش يقول كده ترجمة نانسي قنقر